ايه الجمال ده كوجيما انت فعلا رجل عبقري وبالرغم من المشاكل بينه وبين شركة كونامي الا وانه اشتغل على اللعبة بضمير الكصة كبيرة جدا جدا ومعقدة ولازم عشان تفهم الجزء ده تكون لعبة السلسلة وفاهمها كصة زفانتوم بين بتتكلم ان سنيك حيدخل في غيبوبة لمدة 9 سنين لما حيفوه حيحصل هجوم على المستشفى عشان يقتله سنيك وفي صديق قديم لسنيك هو اللي هيساعده عشان يهرب وحيبنه مؤسسة اسمها الدايمون دوغز وحتبقى مؤسسة لبيك بوس وحيبدأ في العمليات وتجنيد الجنود بتوع الاتحاد السوفيتي عشان يبقوا في صف في بيك بوس لبناء مؤسسة عسكرية كبيرة متل جير السوليد زفانتوم بين اول جزء ينزل على الاكس بوكس والبيسي اللعبة كلها ستيلف لو انت بيسي جيمر او اكس بوكس جيمر وكنت بتقول ان هيتمان اصعب لعبة ستيلف في العالم فاكيد لما تلعب متل جير السوليد زفانتوم بين نظريتك للعاب اللي ستيلف هتتغير خالص هتلاقي دايما نقطة ضعف موجودة عشان تدخل منها لكن مع كترة الاعداء وتنقلاتهم الكتيرة مش هتعرف في النقطة الضعف دي اللعبة الصعبة جدا جدا اصعب لعبة ستيلف هتلعبها وبرضو هكلاقي مليان حاجات ممكن تكشفك زي الكشفات والناس على الاسطح او النار اللي مولعينها واي ضوء بسيط كافي انه يكشفك اللعبة بتديك كذا اختيار اما انك تقتل الاعداء وتفضح نفسك او انك تلعبها ستيلف وبرضو في خاصية ممتازة في اللعبة ان لو في حد من الاعداء كشفك بيديك ثلاثة ثواني تقتله لو ملحيتش تقتله فهيعملو لك حفلة ترحيب ومنصحك شي خالص انك تجربها وكمان اي غلطة هتعاملها تكشفك ممكن بغلطة بسيطة تكشفك اللعبة دي محدش يقدر يتوقعها يعني كنت ماشي في امان الله فجأة لقيت حد من الاعداء شفني شفني عن طريق الشباك والشباك مضاد للرصاص فما قدرتش اقتله فاتكشفت مهمات اللعبة كانت منوعة بشكل كبير اي نعم المهمات كلها كانت استيلف لكن كل مهمة كانت بتطلب حاجة معينة انقاذ قتل تفجير حاجة معينة سرقة سلاح اللعبة عالم مفتوح لكن علامها للأسف ما فيهوش تفاصيل خالص يعني العالم بتاع اللعبة كان عامل زي لعبة توم ريدر احداث اللعبة في افغانستان واللعبة كلها في الصحراء التصويب في اللعبة ممتاز جدا وفيه واقعية كبيرة لانك مش هتقدر تضرب لو فيه اي حاجز قدامك قابلت في اللعبة جليتش واحد فقط فجأة كده تلاقي اللعب بيتحرك من نفسه بدون حتى ما انت تحركه زكاة الاصطناعي في اللعبة عجيب جدا الاعداء هتكشفك لو انت مستخبي وجسمك باين منه حاجات بسيطة هتلاقي على طول الاعداء كشفتك وبرده لما بتيتل اي حد لو سبت جسته بيجي الصاحب وبيقف مكانه وفيه جهاز معك اسمه ايدرويد كان وسيلة ممتازة للعبة في الجهاز ده هتلاقي المهمات والاسلاح اللي ممكن تشتريها وكذلك اي عملية قتل او لو نهاية المهمة بدون ما حد يكشفك الاكسبيريانس بتاعك حيزيد الجرافيكس ممتاز جدا جدا الاضاءة والالوان حاجة وهم كل كوم والوشوشو تصميمها يعني الحقيقة الفوكس انجين اثبت لي انه من افضل المحركات وبرده نسخة البيسي كان معمول لها بورت ممتاز جدا جدا اللعبة شغالة خفيفة جدا على اعلى اعدادات اللعبة كان ادائها على البيسي خرافي جدا تصميم البيئات ممتاز جدا لكن للأسف مفيش غير البيئة الصحراوية اي نعم هي متصممة بشكل ممتاز لكن المطور مضافش اي بيئات تانية البيئة ممتازة جدا وتصميم الجبال برضو كان حلو قوي البيئة كانت بتفكرني بلعبة ريد داد ريدمشن كل الشخصيات كانت متصممة كويس جدا بس فيه سلبية بسيطة ساعات هتلاحظ ان حركة الشفايف مش متطبقة مع الكلام لحاجة غريبة ومستقرب جدا ان الرصاص مش بيعلم على الارض او الحيط وللأسف الانفجارات سيئة جدا متنسبش لعبة بحجم ميتل جير الاداء الصوت مضهش جدا جدا والمؤسسات الصوتية رهيبة لكن مشكلة ان الساوند تريك مكانش له اهتمام خالص والساوند تريك جميل جدا لكن مش بيشتغل على طول قليل الاول لما بيشتغل اللعبة كان فيها سلبيات بسيطة ولكن السلبيات دي مش هتأثر عليك باللعب اللعبة دي جمدة جدا وشكرا على المشاهدة واتمنى انكم تزوروا صفحيتها على الفيسبوك facebook.com slash nevermindhd كان معكم احمد السوري see you next time اشتركوا في القناة